موسيقى الحالة التونسية طبعا سلكت طريق مماثل لبل لا يخفى على أحد كيف أن أحداث مصر أثرت تأثير مباشر على الوضع التونسي وأعتقد الذي حصل في تونس حيث رأينا نفس التصاعد في المواجهة بين النظام القديم أو جزء كبير من النظام القديم ممثل بالنداء تونس مدعوما بفترة معينة أو متحالم فترة معينة بالقوى التقدمية ضد حركة النهضة عندما كانت في الحكومة وتصاعد هذا الصراع إلا أنه أعتقد الحصل في مصر كان من الفضاعة إلى حد أن أعتقد قيادة حركة النهضة أخذت العبرة مما حصل في مصر وهي إذا أخذ مثلا راشد الغنوشي تحديدا هو عاش أيضا تجربة الجزائر فعنده هاجس يعني ممكن أن يحصل بحالات قمعية عدا القمع الحصل في تونس يعني 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 العذابات التي مرت بها الحركة في تونس في 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 عهد بن علي فهذا يعني دفع باتجاه موقف ليونة وعدم الوقوع في في الخطأ الكبير والأرعن الذي وقع فيه الإخوان المسلمون في 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 مصر والذي كلفهم كلفة باهزة ف فكان القبول ب بسيناريو الانتقال السلمي والديمقراطي وإلى آخره وثم بنتيجة الانتخابات والتوازنات وإلى آخره لكن أيضا بنتيجة الضغط الغربي الأوروبي والأمريكي رأينا في الساحة التونسية قيام مصالحة بين القطبين المضادين للثورة فالاقتلاف التونسي أنا يعني فيه تعريفي هو اقتلاف لقوى تجتمع في طبيعتها المضادة لل يعني للحاجات الأساسية والطموحات الأساسية التي عبرت عنها انتفاضة أو ثورة 17 ديسمبر 2010 في 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 تونس لكن هذا السيناريو هذا الاتلافي هو في نظر الولايات المتحدة وأوروبا هو السيناريو الأفضل ليه لأنه هم يعني من من خلال حرص حرصهم على حرصهم على استقرار أوضاع المنطقة لأسباب يعني أولا هناك أسباب اقتصادية منطقة مهمة النفط إلى آخره و يعني الا استدباب النظام مهم في 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 هذا في هذه البقعة من العالم لكن يضاف إليها أن حالة الفوضى والفلتان في المنطقة العربية تنتقل فورا إلى أوروبا ولبل إلى الولايات المتحدة ورأينا الإرهاب يتمدد فهم طبعا عندهم مصلحة في تجميد الوضع و و من ومن مطلقهم كقوى يعني إمبريالية يعني كقوى مهيمة ولها مصالح اقتصادية وغيرها السيناريو الأفضل هو أن قطبي الثورة المضادة كما اسميت وهما قطبان يرتبطان بهالقوى هذه الغربية ارتباط يعني الصداقة ف السيناريو الأفضل أن القطبين يعني يتصالحان لضبط الأمور و و و ضرب كما يسموه التطرف ويقصدون به اليوم الإرهاب الأصولي الجهادي لكن قد يفهمون أيضا به غدا أو حتى اليوم أي تجذر بالحالة الاجتماعية باتجاه تقدمي باتجاه المطالب طبقية جاذرية ولذلك نراهم اليوم وهذا عنوان آخر للمرحلة الحالية يحاولون تحقيق السيناريو المصالحة التونسي تعميم على المنطقة العربية فهناك تدخل غربي في ليبيا في اليمن في سوريا طبعا مع روسيا يعني في كل ساحة من الساحات البتوترة لدفع باتجاه مصالحة بين القطبين المضادين للثورة والقطبين الرجعيين على حساب طبعا السيرولة الثورية وفي نفس الوقت كما قلت يعني في منظور أيضا قطع الطريق أمام الحالة الإرهابية النامية ونحن الآن في هذا الوضع يعني هناك كما يعني أي مطلع على الأخبار العادية حتى يعرف أن هناك محاولات في ليبيا ومحاولات في سوريا ومؤتمرات وتسويات محاولات إيجاد يعني حلول وسطة وهذا القائم أعتقد من وجهة النظر العامة مصالحة بين تلك القوى خير من تصدمها لأن تصدمها يعني أولا يزيد التقاطب بينها وبالتالي يحول دون ظهور القطب الثالث أو القطب التقدمي فبالتالي يعني يجعل من الأصحب بعض هذا الظهور في حين بأنها لو تصالحت فتكون الأمور أوضحة فعندها يعني يصبح السؤال كيف يستطيع القوى التقدمية أن تؤطر الدقمة الشعبية والشبابية المتصاعدة يعني لمحال لأن لسبب بسيط التصاعد هو أن كل العوامل التي أدت إلى انفجار ما سمي بالربيع العربي الانتفاضة العربية الكبرى كل هذه العوامل لازالت قائمة بل تتفاقم يوم بعد يوم مشكلة النمو الاقتصادي البطالة المتزايدة بإطراض البطالة الشباب بصورة خاصة يعني كل هالمسائل غلاء المعيشة وغيرها يعني كل هالمسائل يلي ولدت النقمة اللي انفجرت بدءا من من سيدي بوزيد بدسمبر 2010 كلها لازالت قائمة ومتفاقمة عما كانت عليه في السابق فالسؤال يصبح كما قلت هل تستطيع القوى التقدمية ان تستقطب وتؤطر هذه النقمة باتجاه مشروع تغيير جذري اجتماعي اقتصادي سياسي هذا السؤال الكبير وان فشلت في تحقيق ذلك عندها فعلا مستقبل مخيف مخيف لانه سنبقى في دوامة هذه التطحن والازمات والاخرية وتطور ظواهر يعني مرعبة على طريقة داعش وغيرها ومن جهة اخرى تصاعد الوحشية او همجية الانظمة يعني ما اسميته في الماضي في عنوان احد كنت بصدام الهمجيات ونحن فيه الان على مستوى الساحة اولا مفهوم الانتقال الديمقراطي مفهوم فطفاض وسطحي لانه يريد ان يغطي ظواهر مختلفة جذريا في طبيعتها الاجتماعية والاقتصادية فيمكن مسألا المفهوم تمت صياخته بناء على انتقال ديمقراطي حصل منذ السبعينات في جنوب اوروبا وهذا يذكرنا ان اوروبا نفسها كان لغاية السبعينات فيها انظمة لا تزال انظمة ديكتاتورية بل فاشستية او من اصول فاشستية اسبانيا فورتغال واليونان جنوب اوروبا الغربية يعني كانت هناك لغاية السبعينات وحصلت انتقالات ديمقراطية في تلك البلدان ومن ثم رأينا الموجة لانه لانه اسميت موجة الانتقال الديمقراطي تنتقد الامريكا اللاتينية فخلال الثمانينات تم الانتقال من ديكتاتوريات عسكرية في عدد من البلدان الامريكا اللاتينية الى حالات ديمقراطية الليبرالية ومن ثم الى شرق آسيا كوريا الجنوبية وغير يعني حصلت هالتحولات وتعممت عالميا طيب هذه انتقالات ديمقراطية هي في الحقيقة تكيف النظام السياسي مع البنية الاقتصادية بعد ان تكون تلك البنية قد شهدت نموا اقتصاديا متسارعا طوال سنوات تصنيعا اذا اخذنا الدول كالبرازيل وكوريا الجنوبية وإلى آخره مرت بمرحلة تصنيع متسارع وبالتالي يعني خلقت اطار الاقتصاد الحديث وباتت تحتاج الى تكيف الحالة السياسية والنظام السياسي مع الاقتصاد الحديث وبالتالي حصل الانتقال الديمقراطي طيب رأينا يعني مناظري الانتقال الديمقراطي يعممون الفكرة على ما حصل في اوروبا الشرقية لكن في اوروبا الشرقية الوضع كان مختلف تماما ليس انتقالا ديمقراطيا فحسب طبعا هناك تحول ديمقراطي بمعنى انه كان هناك انظمة ديكتاتورية لا حريات فيها ولا انتخابات حقيقية ولا شيء تم تحقيق الحريات والانتخابات وغيرها من هذه الناحية في انتقال ديمقراطي لكن ما حصل في اوروبا الشرقية تأزم عميق لنظام متكامل بيروقراطي كان قائما ومر بسنوات من الجمود الاقتصادي من الانكماش الاقتصادي والجمود الاقتصادي وبالتالي انفجر هذا الوضع وكانت تحولات اكثر بكثير من انتقال ديمقراطي بالنظام السياسي يعني كما حصل في البرازيل ولا في كوريا الجنوبية ما شهدت اوروبا الشرقية هو تحول جذري في النظام الاقتصادي الاجتماعي وليس فقط السياسي بل هذه حالة مختلفة ولنحن في منطقة العربية اقرب من ناحية الى ما حصل في اوروبا الشرقية بمعنى ان الانفجار عندنا ليس نتيجة مرحلة طويلة او متسارعة من النمو الاقتصادي والتصنيع وغيره وبتنا نحتاج الى تكييف النظام السياسي مع اقتصاد حديث لا يكفي ان ننظر الى اوضاعنا نحن نحن الانفجار كما بالنسبة الاوروبا الشرقية ناجم عن عقود من الجمود الاقتصادي من التنمية المعاقة كما اسميتها بمعنى الجامدة ولدت ارقام قياسية عالمية في البطالة وبالأخص بطالة الشباب ولدت ازمة اجتماعية عميقة وهي التي انفجرت وهذه تشير الى ازمة النظام الاجتماعي الاقتصادي وليس فقط السياسي الاجتماعي الاقتصادي السياسي النظام ككل وبالتالي لا حل لها سوى بالتغيير الجذري هذا التغيير الجذري حصل في اتجاه الرأس مالي الليبرالي في اوروبا الشرقية وروسيا حصل بهذا الاتجاه هناك وحصل بسهولة نسبية لان ميزة اوروبا الشرقية ان لم تكن هناك فيها طبقات مالكة في الحكم الحكام موظف بيروخراطي انظمة بيروخراطية والبيروخراطيين غير المالكين مش مستمتين بالدفاع عن النظام بنفس الطريقة معدأ قلية منهم وكلهم يتطلعون الى يعني يعادة انتاج اوضاع الامتيازات لديهم في نظام مختلف وهذا الفرق الاخر الكبير الذين ظنوا ان الربيع العربي سيكون على طريق التحول اوروبا الشرقية يعني عملية سلمية وهذه هذا الفرق الكبير نحن عندنا الانظمة طبقات مالكة لا تملك فقط الاقتصاد بل حتى في حالة معظم الحالات تملك الدولة بمعنى تعتبر الدولة ملكة الخاص وهذه شرسة جدا في الدفاع عن مصلحة ومستعدة للقتل والتدمير وكما نراه دفاع عن مصلحة ثم ان طبعا الازمة عندنا ازمة لنمط رأسمالي من الاقتصاد الرأسمالي النيو الليبرالي مميز طبعا في اطار الدولة الريعية والميراثية وهذا النمط ككل هو الذي يحتاج الى تغيير جذري وهنا معضلة السيرورة الثورية العربية ولذلك من البداية نقلت العملية طويلة سيرورة ثورية طويلة الامد ستمتد عقود يعني السنوات وعقود من الزمن وليس محتوما ان تنتهي ب يعني بالسيناريو الافضل بمعنى انه ليس هناك حتميات تاريخية يعني المسألة الاساسية كما قلت اي فهم بانه الموضوع الوحيد هو الديموقراطي طبعا من ناحية لو كان الموضوع الوحيد هو الموضوع الديموقراطي لو كان الوضوع التونسي يعني قد اتم المهمة لانه بالصورة اساسية لا شك بانه تونس اليوم ديمقراطية اكتر من كافة البلدان العربية الاخرى فيها حياة سياسية فعلية فيها يعني دستور ديمقراطي نسبة للدستير الاخرى فلو المسألة تقتصر على هذا الامر لا اعتبرنا ان الامور انتهت يعني في تونس وصلت الى الى يعني الهدف المرجو لكن من الواضح ان الامور لم تنتهي يعني يكفي اي مواطن في تونس يعلم ان الامور لم تنتهي وهذه انتفاضة الجسرين مؤخرا جاءت لتشير طبعا وليست وحدها هناك على طول مسائل ربما على حجم اصغر انت انت ادرى يعني اي انسان عايش في تونس ادرى مني بالموضوع لكن الحالة الاجتماعية بغليان مستمر وهذا الغليان يعني محكوم بالتصاعد لان اسباب الغليان متفاقمة يعني كشيء يغلي على نار وهذه نار يعني ليست باتجاه التخفيف بل باتجاه التقوية تقوية وبالتالي يعني على القوى التقدمية التونسية ان تعي تماما لهذا الامر وان يكون لديها برنامج من التغيير الاجتماعي الاختصادي العميق وهذا يتطلب بالتالي تغيير الطبيعة الاجتماعية للسلطة للقضاء على النظام النيوليبرالي الفاسد الاستغلالي القائم وخلق شروط تنمية جديدة لكن تنمية ديمقراطية وبدون فساد ومع رقابة شعبية ورقابة عمالية هذا الشرط لا غنى عنه تونس اقرب بلد عربي لتوفير شروط هذا التحول ليه لانه تونس البلد العربي الوحيد اللي فيه حركة عمالية قوية ومنظمة ومستقلة طبعا لم تكن دائما مستقلة انه كانت هناك دائما في عهد بن علي مثلا محاولات للسيطرة عليها وعلى قيادتها بصورة خاصة لكن على صعيد القاعدة كانت دائما اطار لعمل القوى التقدمية والمناهضة للنظام والان يعني اخذت يعني بعد الالفين بعد اربط عشر جانري يعني تحولت ب الاستقلال عن هيمنة السلطة يعني عليها كما كانت قائمة فهنا يعني هذه الحركة هي ومن بعيد اقوى حركة اجتماعية منظمة في تونس يعني وقوتها كحركة اجتماعية تفوق كافة الحركات الاخرى فهي رافعة اساسية للتغيير الاجتماعي وعدم ادراك اهمية هذه الرافعة يكون فعلا كارثة يعني على القوى التقدمية تفهم ان لن تغير الامور اذا ظنط انها كاحزاب سياسية وكجبهة شعبية اقتصر الامر على ما تقوم به بالساحة الانتخابية لا الاهم من ذلك هو النضال الاجتماعي هو تقطير النضال الاجتماعي من خلال الحركة النقابية ثم تحويل هذا التقطير الى قوى سياسية انتخابية مش الظن بانه الانتخابات وحدها يعني رح تولد الموضوع اذا لم يتب واكبر دليل على ما اقول هو ان الطاقة الثورية التي صنعت الثورة التونسية اللي حتى الان الطاقة الشبابية قاطعت الانتخابات الاخيرة غالبية الساحقة من الشباب التونسي قاطع الانتخابات هل لانهم غير مسياسين لا هم اكثر تسيسا من الشبيب في بلدان اخرى لانهم صنعوا ثورة لكن قاطعوها لانه لم يروا في العرض السياسي كما يقال في العرض الانتخابي ما يلبي طموحهم ورغباتهم وغيرها وهذا لن يروا سوى اذا كانت قوى التقدمية تؤثر نضالهم تمشي معهم تكون معهم في الشارع في الساحة في الميدان في الانتفاضة المحلية بل تقود وتؤثر كما فعلت لما بدأت الانتفاضة من سيدي بوزيد في البداية كانت عفوية ثم التحقت فيها ثم بدأت القوى التقدمية من خلال اتحاد العام التونسي للشغل بتأطير الانتفاضة وفعلا تحول الاتحاد الى الاطار القائد للانتفاضة وهذا السمح بتحقيق اول انتصار في اسقاط بن علي ب14 جنوية اللي اصبح المثال الذي يعني يحدد به بكافة البلدان العربية الاخرى ورأينا العملية تنتقل بعدها الى كافة ارجاء المنطقة العربية ف يعني هنا الطاقة هاي المهمة يعني حتى تستطيع القوى التقدمية ان تعبر عنها وعليها ان تؤطرها في المجال الاجتماعي في مجال المطالبة الاجتماعية الاقتصادية وترجمت ذلك في الميدان الانتخابي وليس الظن بانه يعني التصرف يعني الصراع الافكار وحده بالميدان الانتخابي السياسي والتلفزيوني هذا رح يكفي لشن اي تصور من هذا النوع قصير النظر جدا ومحكم بالفشل جائزة نوبل هي تعبير النظام العالمي عن الرضاة عن ما حصل في تونس ان السيناريو التونسي في المنظور الغربي هو السيناريو المثالي الافضل يعني التصالح قطبي الثورة المضادة او القطبي الرجعيين و يعني الملاحظ في الساحة التونسية ان الحركة العمالية بدل ما تطمح الى 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 ان تكون يعني هي في السلطة وكمعبر في السلطة عن مصالح العمال قامت بالتحالف مع ال ارباب العمل العراف كما تقولون في نعم في تونس ل يعني لتحقيق المصالحة طبعا يعني الوجه الاجابي انه يعني الابقاء العملية الانتخابية والديمقراطية هذا شيء جيد لا لا ينكر لكن كان ممكن نفس الشيء يكون مع يعني النضال من اجل بديل عمالي شعبي شبابي عن السلطة القائمة وليس يعني تمهيد الطريق لحكم ائتلافي على طريقة الموجود النظام القديم يعني او رجال النظام القديم وبتأييد من النهضة كما هو قائم في 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 تونس والحالة التونسية ولو رمزيا يعني بدأت ثورة شباب طيب هل نستغرب ان يكون الشباب مخاطع لكل ما يجري عندما تفرز كل العملية رئيس يعني يمكن ان يقال اي شيء عنه معدى انه شاب يعني هو من اقدم رؤساء بالعمر يعني العالم يعني رقم ثلاثة عالميا في اقدم منه زمبابوي وملكة انجلترا والرئيس التونسي يعني هذا يظهر التناخد والشعور الكبت لدى الشبيبة والمفهوم تماما يعني انه لا يمكن ان ترى فيما يجري تحقيق لأمالها ولا يمكن بل بالعكس ترى فيما يجري مصادرة لأمالها مصادرة لطموحاتها وهذا خطير جدا لذلك اقول واكرر يعني ان لم تفلح القوى التقدمية بتأطير هذه الطاقة فامامنا الكارثة لكن الكارثة ليست محتومة بالعكس يعني لا يزال الامل قائما الطاقة موجودة على القوى التقدمية ان تحسن استخدام هذه الطاقة الشعب يريد اخترت الشعب يريد كعنوان لكتابي الصادر عام 2013 طبعا عندي كتاب جديد يصدر بعد قليل يعني عنوانه يعبر عن التحول بس الشعب يريد كان للتأكيد على ان وهذا ختمت الكتاب فيه ان المكسب الرئيسي الذي حققته الانتفاضة الكبرى ما سميه بالربيع العربي هو ان الشعب رأى او تعلم ان يريد يعني ان يفرض او يعبر عن ارادته في الشارع والميادين وغيرها ويعمل يناضل من اجل من اجل فرضها هذا شيء جديد تماما في تاريخنا العربي المعاصر وهذا مكسب عظيم وليس من السهل الغاؤه لكن تبقى كل الامور الاخرى التي تحدثنا عنها وكما قلت دخلنا الان بمرحلة ردة ولذلك عنوان كتاب الجديد هو انتكاسة الانتفاضة العربية عراض مرضية وهي مستوحة من قول شهير لانتونيو جرامشي عندما يقول ان عندما القديم يعني لم يمت بالكامل وجديد لم يلت بالكامل يعني بعد بين الحالتين تظهر عراض مرضية ونحن نرى هذه العراض المرضية في منطقتنا بشكل واضح تماما اليوم